يعني جروب المامز ده بيبقى عنصر مساعد لأي أم سواء بقى في الأنشطة طب الرحلة بكرة فين طب الساعة كام طب يعني اتجمع فين يا مامز يعني الأمهات مع بعض كده بيساعدوا بعض هو دايما أنا بشوف جروب عليه التيتشر وده بيبقى صارم جدا بتدخل هي تقول تعليمات والجروب التاني بقى المامز بياخدوا يدوا مع بعض الواجب ده صعب لأ ده سهل لأ بكرة لازم يجيبوا معاهم كذا كل ده كان حلوة قوي وحقيقة كنت باستفيد وكنت بحس إن أنا بعرف أتابع أي مشكلة بتحصل لأولادي مني على جروب المامز لكن من فترة كده لقينا الجروبات دي ابتدت تتحول لعنصر تسويقي أنا قاعدة بقى إيه في hotline يعني إلا عايزة بتعمل منتجات معينة بروديكتس معينة بتبحها فبتروح أطاها على جروب المامز اللي بتطبخ أكلها معرفش إيه حلوة طب إيه رأيكم اللي عايز أكل زي ده فإعلانات عن الأكل اللي مثلا عندها طباخة وعايزة سعيدة تشتغل في كذا بيت مثلا فتلاقيها بتسوى للطباخة فجأة أنا لقيت محلات لبس أكل ميكاب ما يمنعش عادي خالص شعر إزاي مثلا بنتي شعرها كيرلي فإزاي يعمل كذا طب إيه رأيكم يا جماعة أنا شفت سباب فأنا بقيت أدخل على الجروب بقيت أتوه يعني أنا بقيت أتوه فشوية بشوية ابتدوا كرهوني في الجروب المامز خالص ما بقيتش أحب أدخل عليها نهائي اللي هو أنا هدخل أسأل على الدراسة والواجبات ولا هدخل بقى نبقى إعلانات بقى طب ما الموبايل في إيدي 24 ساعة إعلانات شفنا كتير على الجروبات المامز والمشاكل دي في الدراما عموما في المسلسلات وشفناك جسدت في الدراما وفي السينما موضوع زي مثلا فيلم جروب المامز كان فيه فيلم اسمه جروب المامز وكمان كان فيه مسلسل اسمه حكايات جروب المامز لا ما الموضوع تقيل لا موضوع مش خفيف يعني ما يمرش كده مرور الكرام جروب المامز الفيلم ده حتى إن احنا ممكن نلاقي حاجة مفيدة تتحول لمناصة ترويج أو إشاعات يعني حتى الفيلم ده عرض الحتة دي وعرض إن الجروبات دي إزاي تحولت من حاجة لطيفة مفيدة محترمة لمناصة إن أنا أقدر أعرض فيها كل حاجة